الأمن الإقليمي والدعم الإنساني في مواجهة الأزمات وتثبيت الاستقرار أمام نذر التوتر المتنامي وتعاون اقتصادي خلاق للفرص في العالم ملفات شكلت نقاط التقاء ومواضيع تشاور وتعاون بين الدوحة وواشنطن التي يزورها أمير قطر الشيخ تميم مرحمد ليكون أول قائد خليجي يزور الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن في هذه الزيارة إلى واشنطن يلتقي أمير قطر الرئيس بايدن وأركان إدارته على رأسهم وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الداخلية أليخاندرو مايوركاس بعد أن أكملت هذه الإدارة عامها الأول في الحكم عام كان أبرز أحداثه إنهاء الولايات المتحدة أطول حروبها الخارجية بانسحابها من أفغانستان انسحاب ما كان ليتم لو لا وسطة الدوحة في محادثات ماراثونية بين واشنطن وحركة طالبان توجد بالتوقيع على اتفاق الدوحة فضلا عن الدور المحوري لقطر في عمليات الإجلاء من أفغانستان التي أعقبت الانسحاب وجهود الدعم الإنساني وتثبيت الاستقرار والتي كانت محل شكر وامتنان من الجانب الأمريكي وأدت إلى اتفاقية ترعى بموجبها قطر المصالح الأمريكية هناك توافق إذن في ضرورة حل إحدى أكبر الأزمات بوجوهها السياسية والإنسانية رغم تباين بشأن إدارة العلاقات مع حركة طالبان ليبقى الملف الأفغاني مجال عمل مشترك تتجاوز نتائجه ومآلاته الوضع الداخلية إلى ساحة الأمن الإقليمي بشكل واسع تأتي الزيارة والمباحثات المرتقبة فيها مترافقة مع تحركات حادثة في مفاوضات النووي الإيراني في محادثات فيينا وسط مساع لتخطي أي عقبات قد تعترض هذه المفاوضات وتتزامن هذه المساع مع حركة نشطة بين الدوحة وطهران حيث تأتي زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن بعد أيام من محادثات أجراها وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران وأسابيع من زيارة مماثلة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى الدوحة يبدو أن الزيارات المتبادلة شهدت رسائل ومشاورات ونقاشات في قلب ملف النووي الإيراني وهو ملف آخر تتجه فيه الأنظار إلى الدور القطري الممكن في وقت تشتد فيه الحاجة عالميا لإنهاء هذه الأزمة وتداعياتها المختلفة إقليميا ودوليا والتوصل إلى اتفاق تريده كل الأطراف جيدا وفعالا أجندة المحادثات بين أمير قطر والرئيس الأمريكي لا تغيب عنها أبرز القضايا الراهنة والطارئة في الساحة الدولية كالحالة الأوكرانية والمخاوف من غزو روسي محتمل وتداعياته سواء بالرد الغربي المرتقب أو المخاوف الأوروبية من القطاع تزويد أوروبا بالغاز الروسي الذي يشكل نحو 40% من احتياجات دول القارة وهي هواجس تتسارع الجهود الدولية للتعامل معها سياسيا واقتصاديا وتشكل قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي شريكا دوليا في هذه النقاشات